موسيقى الاهلي مش مجرد اسم او شعر مش بس لون فنلا يشبه دمنا مش بس فرحة بكل في لحظة انتصار دمعا عيشينا جوه قلبنا موسيقى النهاردة في حلقتنا واحد من نجوم الاهلي عمر كمال عبد الواحد زي ما بلقبوه جماهير النادي الاهلي جوكر الفريق جوكر النادي الاهلي قلوا العب باك رايت العب باك ليفت العب في اي مكان مساك يلعب في اي مكان منورنا على قناة الاهلي يا كابتن ورسي على المقدمة الجميلة دي مش جديدة حضرتك في الحاجات دي اولا في البداية بنبرك لك على بطول الدوري ابطال افريقيا رغم عدم طيدك لكن وجودك في الفريق ووجود مهم جدا ما شاء الله متقلق بشك كبير جدا منذ ضمامك للنادي الاهلي في يناير المواطن ما باي الحمد لله يعني ده فضل من عند ربنا طبعا وكرمه وده لو يرجع يرجع بين الناس اللي بتسندني وانت منحرك من اولهم طبعا والجمهور النادي الاهلي وربنا يكرم ان شاء الله وانحق كل بطولات السنة دي وانت بتتكلم عن جمهور النادي الاهلي شفتوا جمهور النادي الاهلي ازاي في السنة القاهرة يوم مباراة الترجي وتتويج النادي الاهلي باللقب الاثناشر في تاريخه بالنسبة لبطول الدوري اطلاف يعني انا مش هكذب على حضرتك انا على طول بشوف التلفزيون بس بس لما حضرت المواطش فالستاتك رعب يعني رعب على اي فريق هيجي من بره النادي الاهلي يعني زي ما مستر كولر دايما بيقول هو اللعيب رقم 12 في الفرقة دي حاجة محترمة وحاجة كويسة جدا ودفع على اي فرقة في العالم اللي يكون عندها جمهور زي جمهور النادي الاهلي ده